اشتركوا في القناة فوق تراب ثم عادوا الى التراب سائر الواحد منهم ماذا تتمنى مع هذه الاعوام التي تمر وتنضي ماذا يتمنى الاموات هل يتمنى الواحد منهم زيادة في مرتبه هل يتمنى الواحد منهم نشانا يعلقه ورتبة يعلقها هل يتمنى الواحد منهم تجارة وعمارة وصيارة وعقاء هل واحد منهم يتمنى ولدا او زوجة او مالا او بيتا انما هذه امنيات اهل الدنيا لكن امنيات اهل المقابر تختلف تماما فلا يتمنى الواحد منهم الا ان يعود الى الدنيا ليس ليكمن قصطا ولا ليشتري سيارة ولا ليبني عمارة وانما ليأخذ ليلة من ليالينا او يأخذ يوما من اعمارنا التي تمضي ليظل ساجدا فيها لله عز وجل فلا يقوم الا حينما يبعث الناس فماذا نقول نحن الاحياء ماذا نقول نحن المقصرون اذا كان الله جل في علاه خلق له ملائكة ليس لها وظيفة الا ان تسجد تحفظ للعرش فاذا قامت القيامة وبعتما في القبور مهب هؤلاء الملائكة يقولون لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هؤلاء الذين ليس لهم وظيفة الا السجود يقولون لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ماذا نقول نحن الذين نجلس ليلة نهار في مجالس الغيبة والنميمة ماذا نقول نحن الذين نجلس ليلة نهار في مجالس هدك اعراض الناس ماذا نقول نحن الذين تمر علينا ايام واسابيع لا نشهد فيها صلاة الفجر في جماعة ماذا نقول نحن المقصرون بحق الله عز وجل ماذا عصانا ان نقول لكننا لا نقول الا لا لا اله الا انت سبحانك ما قدرناك حق قدرك لا اله الا انت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لذلك ايها الكرام سيفن العمر وستغرب شمس الدنيا وليس لنا والله الا ما قدمنا لله عز وجل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة